العوائد الاقتصادية فندم لهذه المشروعات في الداخل المصري أو في الاقتصاد المصري ممكن حد يتفرج علينا ويتابعنا حضرتك كلمت على قطاعات مهمة جدا كثيرة جدا من الغاز إلى التقن المتجددة إلى غيرها إلى النقل عوائد ده على الاقتصاد المصري إلى أي مدى ممكن يفتح فرص عمل لأكبر عدد من الشباب إيه العوائد المباشرة للاقتصاد المصري طبعا في عوائد مهمة جدا عايز أقول لحاجة حاجة الاستثمار أهم كتير جدا من الدعم يعني كان في حد بيسأل مبارح في أحد اللقاء بيقول طبعا ده استثمار مش دعم يعني ياخد فترة طويلة قلت له الاستثمار مهم جدا جدا لأنه أولا أنا هميت أن أنت تدخل استثمار في السوق المصري ده رسالة قوية جدا لكافة دواقل الاستثمار العالمية أن هناك ثقة كبيرة جدا في إيجابية وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر وأنه هو جازب قدقيل الاستثمارات بحق عوائد كبيرة جدا للمستثمرين اتنين بما يتمتع به بفرص استثمارية وعيدة في مجالات مهمة جدا ثالثا فيما يتعلق بالبنية التحتية الحديثة اللي شاهدت دخل استثمارات كبيرة جدا التحول الكبير جدا فيما يتعلق بالحياة تنافسية الاستثمار على مستوى القرارات اللي تم اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد الرئيس وأيضا فيما يتعلق بالتسهيلات والحوافز المقدمة من الدولة للقطاع الخاص وجازب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز هذا الإطار العوائد مهمة جدا فيما يتعلق لأن مشروعات الاستثمارية عوائدها على صعيد الانتاج زيادة الطاقة الانتاجية للإقصاد المصر وبالتالي أنت بتنتج سلع لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير وده مهم جدا وخاصة عدد كبير جدا أو نسبة كبيرة جدا من مشروعات الاستثمار والإستثمار الأجنبي اللي تم الإعلان عنه من قبل المؤخرا والاتحاد الأوروبي بيستهدف أيضا التصدير للخارج سواء السوق الأفريقية أو التصدير للسوق الأوروبية ثالثا زي ما حقا تفضلت ترفير فرص العمل كاف الدول العالم حتى الدول المتقدمة والولاد المتحدة شوفنا الصراع مع الصين وما إلى ذلك كله بيتنافس على جذب الإصمار الأجنبي بهدف التشغيل اتاحت فرص عمل وترفير فرص عمل لداخل الدول فبالتالي أنت عندك قوة سوق العمل يستقبل سنويا نحو 800-900 ألف المفروض يتيح من 800-900 ألف فرص عمل جديدة سنويا للداخلين والجدد لسوق العمل فأنت المشروعات الاستثمار الأجنبي مهمة جدا التكنولوجيا الحديثة بيرفع كفاءة الإنتاج والعمل أصلا في المؤسسات المصرية نعم فبترفع التنفسية بيجيب لك تكنولوجيا حديثة بيجيب نظم إدارة حديثة وكل ده مهم جدا خبرات وكفاءة أيضا حديثة بتتنقل للسوق وده مهم جدا يعني أنا عايز أقول لك حاجة حاجة إن السوق المصر المفروض وفقا لأنه هو يجذب سنويا نحو 25 مليار دولار استثمارات إحنا السنة اللي فاتت دخل عندنا أي نعم الاستثمار الأجنبي شاهد طفرة كبيرة جدا العام الماضي في 22 كان حجم الاستثمار زاد حوالي 12% إلى 10 مليار دولار 10 مليار دولار ده رقم مهم جدا العام الماضي في ظل الحقيقة التحديات اللي شاهدها الاقتصاد العالمي على صعيد الأزمات الجيوسياسية أو كان لسه خارج ما تعفاش من أزمة كورونا وجراحة كورونا